أنا هنا يهمني أن أقول أننا نرحب بالشركات الألمانية للتعاون للإستثمار في مصر وبأكد لهم أنه مهم أنه أنتم تمتأكدين أننا استثماراتكم مؤمنة ومحمية بشكل كبير جدا وده التزام وأنا بأكده أمام أحنا تحدثنا فيه أثناء نقاشنا السنائي وحتى على مستوى الموسع ولكن أنا بسجله هنا في مؤتمرنا الصحفي أننا بنسجل أولاً التزامنا بإحماية الاستثمارات بصفة عامة والاستثمارات الألمانية وأيضاً المستحقات للشركات الألمانية وضعاً في الاعتبار وده أمر أن أتحدث فيه مع فخامة الرئيس وبتحدث معكم فيه لأنه مهم أول أنه كمان الناس تعرف أننا على مدى أربع سنين تعرضت نصر لأزمات ضخمة جداً جداً هي منهج دخل فيها هي ما كانتش سبب فيها ابتداء من أزمة كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية ثم الأزمة اللي موجودة حالياً بقالنا تقريباً دخلين على سنة فيما يخص قطاع جزة